أحبابي بعد كل هذه المقدمة صار بيننا هذا الضيف العزيز وصار معنا في الستيديو إنه نائب رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الشيخ الدكتور المهندس عبد الرحمن عماش حفظه الله تعالى الذي قال فيه شيخنا رضي الله عنه عبد الرحمن من نعم الله عليكم أهلاً وسهلاً بكم سيد الشيخ نورتم وحبين اليوم هكي عن قرب نعرف منكم أكثر أنتم الناس اللي وكبتوا الشيخ نزار الحلبي كنتم يد الشيخ نزار الحلبي وكنتم على قدر التطلع والمسؤولية أهلاً وسهلاً بكم سيد الشيخ أهلاً بكم الله تعالى يحفظكم ويبارك بكم إن شاء الله بتكونوا استمرار لعمل شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله والشيخ نزار والله تبارك وتعالى يجعل البركة في هذه الدعوة المباركة آمين آمين شيخ عيثم تفضل شيخي حاملين لقالكم مجموعة من الأسئلة من الفئة العمرية الشابة من الشباب بالمكتب الطلابي لسيماً أن هني بيعرفوا أنه حضرتكم كنتوا طالب بالجامعة الأمريكية وكانت سماحت الشيخ نزار يواكبكم بالأعمال الطلابية وبمتابعة الأحباب والشباب فحكونا عن هذا الأمر كيف تأسس كيف بلش وكيف كانت متابعة الشيخ الشهيد لقالكم هو الشيخ نزار رحمه الله رحمة واسعة كان متابع بأمور كثيرة سواء كان بالطلابية أو بالمجتمع فنحن بالجامعة يعني بإرشادات هذا الشيخ المبارك كنا أول ناس عملنا احتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تشجيعه لإلنا مرة كمان عملنا احتفال بمناسبة الإسراء والمعراج وأنا مني عارفين فجأة ملاقي الشيخ نزار جاي وهو وأحبابنا وإجا هو ألقى الكلام الكلمة بالإحتفال اللي صار كان بالوست هول فيقاع من قاعات الجامعة يعني إجا على قلب الجامعة إجا على قلب الجامعة دعاء خيرات يعني شيء من الشيخ رحمه الله ومن الشيخ نزار اعتناء خاص بهذا الأمر لأنه كان ينظر الشيخ نزار أنه استمرارنا وعملنا هو من خلال الشباب وإذا كان الشباب عنده يعني ثقافة وعنده علم وعنده همة بالعمل بإذن الله تعالى ينتج يحصل منه هذا الناتج بل حتى في فترة من الفترات كان الشيخ نزار كان حصل تعرفوا لبنان شو صار فيه بالاجتياح وبغير الاجتياح بعد ذلك فكان أحيانا يحتاج إلى أعمال تكون فيها مساعدة للناس فكان هو يدعمنا يعطينا الأشياء حتى نروح نزور الناس ونعطيها ما يحتاجونه من مساعدة بتحس هو كان بنفسه يعني يتابعنا ويعني مرة من المرات كان في معي فريق من الجامعة شباب وراحين نحن عم نوزع على العيال وعلى الناس وكذا كان هو عم بيعطينا الغراض ونحن نروح بل حتى مرة تانية كان في واحد بالجامعة يعني هو ما كان من المسلمين بأول الأمر صاقب حص الأشياء الرجل دخل بالإسلام وصار يتعلم يعني أخذ المختصر وشيء من الصيراط فجأة ما بلاقي إلا صار عند الشيخ رجال كبير يعني عمره فوق 50 سنة وأنا ما معي خبر جيت لعند الشيخ وإذ بلاقي الشيخ نزار طالع من عند الشيخ عبد الله وعم بيقول لي أنه هذا الرجل موجود جوا والشيخ نزار أدمره مبسوط عم بيصافحني حسات بدري كيف يعني بشعور يعني من فرح الشيخ نزار اللي حصل شوف متابعته إلى أي مدى كانت مش بس هيك حتى بأيام الجامعة كنا نعطي بالمسجد اللي بوجه الجامعة فكان هو يتابع متابعة يعني حتى هالمجلس يستمر ويكون في فائدة للناس والطلاب لطلاب الجامعة والحمد لله يعني وصلنا لمرحلة بهالمساعي أنه وصلنا نخطب الجمعة بقلب الجامعة لأنه كان أحياناً الطلاب يكون في عندهم كورسات مواد بوقت يوم الجمعة بوقت صالة الجمعة طب شو بدنا نعمل بدون يصلوا الجمعة فلذلك كنا أول شي نصلي بالغرفة عندي بعد شوي كترو بطلت الغرفة الساع فقلنا شو ننزل لتحت على بالقاعة خلاص نزلنا ما شاء الله كانت الغرفة الساع 24 واحد صحت تحت 151 ما شاء الله كله هيدا يعني كان وكانوا أخواننا وحبابنا هن يجتهدوا ينطفوا الساحة ويجيبوا هالإحرامات بطلق إلا شباب يعني عمال يتحركوا ويبخروا المكان ويصبتوا وصار بوصلة وصار شي مرتب مشان شو يعني حتى هالطلاب مش بس طلاب حتى الأسازي كمان صاروا يجوا يسمعوا خطبت الجمعة يسمعوا الدرس شي يستفيدون منه وكان حتى يعني يحصل دروس بقلب الصفوف يعني كان في مبنى اسمه نايسلي فهني كان يجي الشيخ حسام كان ينزل الشيخ حسام كل يوم ثبت ينزل يعطي الطلاب يتعبل الصف وهكذا بتعرفوا يعني هالمتابع والشيخ نزار كل شوي بعطلي حدا من الشباب كمان حتى يساعدنا حتى يعطينا يعني يساعدنا كيف بدنا نفكر كيف بدنا يعني كيف بد يكون عملنا يعني يعني مستقيم حتى نتعلم من تجارب غيرنا والحمد لله مظبوط شيخي أنه سمحت الشيخ نزار كان حتى يتابع علاماتكم وما يقبل التأخر في شي بابين حكا يعني كان الشيخ نزار والشيخ عبد الله الشيخ عبد الله مرة قال يعني قال أنا لما وضعت هذه الورقة كان الشيخ عبد الله رحمه الله كان وحاطت ورقة أنه لا يأتي إلينا من يتأخر في جامعته أو مدرسته أو عمله يعني حث على أنه نكون بدروسنا يعني من المتفوقين حتى حتى نقدر نفيد المجتمع نفيد الناس نفيد أحبابنا فكان يحث الشيخ عبد الله على هذا الأمر شيخي استوقفني شيء لما أنت عم بتقول أنه الشيخ نزار كان يتابعكم مباشرة حتى أنه باحتفال الإسراء والمعراج نزل بنفسه نحكي مع أخواننا شيخي بالكشاف بيقولوا الشيخ نزار كان بنفسه ينزل يشرف على الكشاف نحكي مع أخواننا بالطلابة بيقولوا كان الشيخ نزار بالمدارس بالتربوي يشرف بنفسه شيخي السؤال كيف بيلحق؟ هنا النقطة هذه البركة لأنه للإخلاص اللي عنده والبركة بسبب الإخلاص وبركة الشيخ عبد الله يعني نحنا حتى ما نتخبى وراء إصبعنا الشيخ نزار رحمه الله هو كان يقول الشيخ عبد الله هو المعرفة ونحن عرفنا بالشيخ عبد الله والشيخ عبد الله هذا الرجل الصالح المبارك كتير يعني أنا كتير حتى بدون ما أسأل اسمع من هون ومن هون ومن هون كل واحد شو رأى من بركة الشيخ سواء كان من حيث الوقت من حيث العمل حتى وحد بدراسته بالجامعة بحس في بركة بسبب شو هذا الرجل الصالح بتحس في أحيانا يعني ما بتكون أنت دارس الدرس الكافي الوقت الكافي بتحس أنه ببركة هذا الرجل زلت على الامتحان ومشي حالك بالامتحان بتحس في أشياء في أخير الشيخ نزار كان حتى أنا كتأطلع على مسجد برج أبو حيدر كان القاعة اللي هي قاعة الشيخ أحمد اسكندراني رحمه الله اللي سميت باسمه يعني كانت بعد منها قاعة يعني كانت بعدها مثل مبنى بعده على العظم وبتعرف الغبرة لما يكون مبنى بعده على العظم يعني بلغتنا من أولى على العظم يعني بعده بطون وهكي فتشوف تعرف الغبرة وكيف كان الشيخ نزار هو هو اللي بيخطب الجمعة وهو بنفسه ينزل حتى يرتب الساحة اللي هي برات الجامع يعني فرد الحصور وتكنيس المكان وتهيئته بنفسه الشيخ نزار كان يعمل هذا الشغل يعني هو يطلع يخطب الجمعة يعني سبحان الله فكان حقيقة كان قدوة يعني كانت أنا أحيانا أعمل حالي أنه بدي أعمل مثل الشيخ نزار بلغني أن الشيخ نزار كان يدرس 30 درس بالأسبوع صرت أنا شو بدي أعمل؟ بدي أجيب بدي أوصل إلى 30 درس بالأسبوع هلأ توصلوا الحمد لله فالمقصود أنه لما يكون القائد قدامك الشخص اللي أنت بتحبه وتشوفه هو عم بيشتغل أمامك العمل بيشجعك أكتر في فرق مبان أنه واحد بيشوف صاحبه بيكون عم بيشده للكسل أو بيشوف صاحبه بيكون عم بيشده للهمة وهذا اللي كان شيخنا رحمه الله كتير يحثنا عليه أنه لاختار الصاحب اللي هو مناسب كان يذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لذلك كل واحد منا بده يرأي بحاله إذا أنا حاسس حالي صاحبي ما عم بيجرني على الخير ما بدي يا بصلحه يا إما إذا خفت على حالي انجر معه شو بعمل بععد عنه بروح عند الصاحب اللي يجرني على ما هو خير وكان الشيخ نزار رحمه الله يعني نعمة الصاحب نعمة الرجل اللي تشوف فيه الزهد شو بدك؟ الزهد والتواضع حسه صاحب شيخ هدي كمان نفسينا يعني الشيخ نزار مع هبته ومكانته يعني سبحان الله بتحسه أنه يعني التواضع اللي عنده كان هو يعملنا صندويشات اللي أبني يعني يكون عنده بالبيت يكون فيه درس يكون فيه عم يدرس حدا وكون أنا جاي مثلا أحيانا يكون عم ترجم لغير اللوع العربية فتلاقي هو يغساوين للصندويشات هو يكون يعني يكون كتير كتير يعني معنى على البساطة مثل ما بيقولوا ويحكينا يعني الكلامه اللي هو فيه ما يحكيك أنه أنا عم بوجهك لا لا بيحكيك على البساطة بينك وبينه وبتفهم الكلام اللي هو بده إياه اللي هو يريده وبتمشي كنا أحيانا نشعر حالنا مثلا أنه همتنا شوي هيك فترة فجأة تم لاقي الشيخ نزار بعت ورانا أنت يروح لهالمحل أنت يعمل هالشغل أنت يساوي هالشغل ورجع شو بيعمل بيوزعنا دينامو يعني دينامو بتحسوا هيك هيك الشيخ نزار وكان رجل حريص يعني بتسأله سؤال يا عنده يا واضح يا دغري بقولك بيسألك ويسجل عنده كنت شوفه يطلع عند الشيخ عبدالله معه دفتره يطلع يسأل الشيخ والشيخ عبدالله هو قال قال الشيخ نزار كان يسألني يعني كان يسمعنا كأنه عم يسمعنا هذا الكلام أنه الواحد مننا ما يتسرع يسأل ما يتسرع بالحكم يكون عنده تأني وحتى يعطي الحكم على ما هو عليه فهذا هاك كان الشيخ نزار مرة كنت أنا وياه راح عم بيزور ناس بمنطق الطريقة جديدة وكان مثل شو صاير خلاف بينهم وبين حدا من أخواننا بس هذا أخونا كان شوي هيك عصبي فإجا الشيخ نزار حكي وعطى الدرس وكذا قلبت القصة يعني كانوا هولي الجماعة يعني كانوا أول شي مزعوجين من حدا عنده هيك عصبية معينة لما إجا الشيخ نزار عطى الدرس بهدوء وبرواء وكذا قال ليه هيك هديد النفوذ قال هيك بدنا هذا اللي بدنا فيعني كان مع أنه الشيخ نزار يعني اللي بيعرفه بيعرفه اللي بيعرفه بيعرفه يعني شديد بالحق لكن لما بده يبين للناس ويعلمهم لما هو مصلحة لهم بتلاقيه يعني حنون حنون وطريقته بالإعطاء وطريقته بالأداء للكلام وبيان المعلومات يعني بتلاقي هالعوام بيستقبلوا منه بياخدوا منه والدي أنا رحمه الله يعني كان يعني كان يطلع خصوصي بس لو يحضر درس الشيخ نزار يقول لي هيك مع أنه والدي كان شو يعني كان يعتبر بالرياضيات أو بالتجارة بالحسابات كان أو يعتبر فيعتبر أنه لما عم بيسمع من الشيخ نزار الدرس عم بيستوعب عليه عمال يفهم عليه وعم بياخد شيء يستفيد منه هيك كان يعني شيخ الشيخ نزار أدر يجمع بين اللين والحزم أدر أدر بجد يعني متبقى بقوله على التحقيق بين اللين والحزم على التحقيق يعني الحنان اللي عنده الطريقة باستيعاب الناس تشوفه كيف مع الصغير ومع الكبير أنا بظن كل واحد منه أكيد بجعبتكم الكثير شيخي رحمه الله ورحمته مواسعة الله تعالى يجمعكم به في الجنة شيخي الله يجمعنا به في الجنة أنا عندي شيخي سؤال بعد إذنك أظن المشاهدين قد يكونوا عم بيتصوروا هالمشهد شيخي أنت قاعد عند الشيخ عبد الله ودخل الشيخ نزار تعامل الشيخ عبد الله مع هذا الرجل القائد كيف كان كيف كنتوا تشوفوا الشيخ عبد الله مع الشيخ نزار يعني إجا ابنه إن شورت كانوا سبحان الله يعني هؤل الناس اللي عايشوا الشيخ نزار هؤل الناس اللي بيصدق أحبوا الشيخ نزار هؤل الناس اللي تربوا على يد الشيخ نزار هؤل الناس اللي كان الشيخ نزار قدوة لهم كان قائداً ميدانياً يعني كان على الأرض معهم وكان بنفسه يتابعهم مع انشغالاته وقدي عنده انشغالات لكن كان بنفسه يتابع عنه وكل ما حس مثل ما قال الشيخ الدكتور الشيخ عبد الرحمن قال كل ما حس الشيخ نزار انه فيه شوية همة فترت كان بنفسه يرجع يحرك هيدا الهمة فمنه مستغرب ان نرى دموعا من اشخاص عاشروا الشيخ نزار عايشوا هذا الرجل اللي كما قال شيخنا فيه هو نادرة الحق في هذا الزمن ندرة نادرة كما قال شيخنا رضي الله عنه فيه كان الشيخ نزار مع كل انشغاله لما الشيخ يعطي الدرس كان يطلع دفتر ويكتب يعني يكون كيف نحن نكون عم نكتب ونلحق الشيخ كان الشيخ نزار هكذا يفعل يعني بقي على هذا بقي طالبا للعلم مريدا للشيخ بقي على هذا يعني ما انه قال انه انا خلص صرت رئيس جمعية صار عندي انشغالات صار عندي نلالا ما ترك طلب العلم الله يرضى عنكم شيخي اليوم هالجيل حابب يتعلم واليوم هالأمور اللي كان فيها احتكاك مباشر بينكم وبين سمحت الشيخ نزار علمتكم شو بتحبت انه لنا تجربة تعلم جيل الشباب من فعل الشيخ نزار هو الثبات الشيخ نزار مرة قال لي كنت انا ببلد من البلاد وكان في كان في حاصل بعض الامور اللي هي عم بيحاربوا عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وكان في مواجهات بيني وبينهم فحكيت مع الشيخ نزار على التليفون عم بقول له هيك 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 شو قال لي وهذا الكلام هو كمان قال له الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله قال لي لا تثرهم ولا تلن لهم توجيه عام هدا لا تثرهم ولا تلن لهم هيدا يعني الشباب احيانا بيحموا بيعصبوا فبيطلع منهم احيانا عبارات ما بتكون مناسبة لانه خاصة اللي بيقول لي انا عم بيطلع على الميديا انا عم بيطلع على الوسائل هاي ما انت الميديا بتغلط غلطة وين بتنتشر خلص تنتشر خلص راح فيا اما بتتصرف التصرف المناسب حتى الناس تقبل على معرفة الحق يا اما بتتصرف تصرف ينفر الناس عن قبول الحق يعني عطينا مثال لما كنا عند هول الجماعة وكانوا معصبين من واحد من احبابنا بس هذا ما كان على الميديا كان ببيتهم خلص نضبط بمحلة ايجا الشيخ نزرعطة بس لما بتكون الشغلة على الميديا مين بيصلحها مين بيرجع بيقوم الامر لذلك الشباب مطلوب كتير يكونوا حريصين بطريقتهم بالكلام بطريقتهم بالبيان ويكون ويستشيروا ما يعتبروا حالهم انه نحن خلص نحن صرنا بنعرف وغيرنا ما بيعرف لا بسطن انه الشيخ نزار كان يقول هاسأل الشيخ عبدالله الشيخ نزار كان يقول هيك شيخ نزار كان يقول هيك ويا ما يقول لا ادري يا ما يقول يعني ما خابه من استشار شيك لا 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 بيكون يعني يهلكوا نفسه اللي هو يترك الاستشارة ويغفل كلمة لا أدري يعني بيكون عم يهلك نفسه وليس فقط يهلك نفسه إذا كان هذا الأمر يؤثر على العموم فبيكون ضراره عام في عنا شيخي سؤال أظن هذا السؤال بيطرح مني ومن عزة ومن كل هالشباب لناطرة تسمع هيك جواب الشيخ نزار شخصي شيخي عايشتها كنت معها اشتغلت معها تربيت على إيدة توجهت على إيدة انطلقتم في ركب الشيخ نزار شيخي نمته فئته وصلكم خبر قتل القائد الحلبي كيف وصلك الخبر شيخي ما هي ردة الفعل على حجم قائد بحجم أمة قتل مش إنه مثلا نام كان مريض قتل كيف تلقيت الخبر وكيف كانت ردة الفعل حتى أتعجب الأول شي أنا ما كنت باللبنان لما وصلني الخبر كانت بالصيف وكانت جيت على بيروت وكانت مع الشيخ نزار رحمه الله برمنا يعني استغلت معه مدة بعدين استأذنته بقول له بدي سافر للمحل الفلاني قال لي روح أو أنا مسافر للمحل الفلاني بالسيارة وبعدني بالطريق وبالطريق بمشي أنا بالسيارة على الراي يعني باليوم بروح على هالمكان بنام فيه برجع تاني يوم كمان على محل تاني بنام فيه فصائبت كنا بمكان ونمنا فقنا على الفجر صلينا الفجر ورجعت نمت بعد صلاة الفجر وقيت بشوف يعني كان قريب بعد طروع الشمس أنا بالمنام بس يعني أنا عادة ما بشوف منامات كتير يعني ماني هال بساقب بهاليوم هيدا شفت الشيخ نزار بالمنام جامع الشباب وعم بيحكينا يعني ما بتعرف انه قتل لا لا ما معي خبر بس أنا يعني فقط مطمئن من المنام بالمبسوط يعني شفت الشيخ نزار شفت أخواننا بالمنام عادة أنا ما بشوف يعني منامات كتير بس فقط كاني حاسسها يعني كأنه رؤيا هيكي واضحة كتير واضحة والشيخ نزار عم بيحكي لنا يعني يعني فيه شغلات عم بيقولنا إياها وكملت طريقه شي تليش 80 كيلو متر بعد منوصلت لمكان أنا وبهذاك المكان اجاني خبر انه الشيخ نزار قتل اتصال فأنا وهنيك اتصلت بالشيخ حسام شو بدك أعمل برجع ولا بكمل قال لي لا كمل شوف يعني الشيخ حسام كمان كيف على قدر المسلمين قال لي كمل فكملت كملت والحمد لله يعني حصل شيء من المقصود اللي كان أنا بدي يعني بدي يساويه بالمكان اللي أنا رايح لقل وبيت فيه حتى بعدين كنت حكيت الشيخ وحكيت الشيخ حسام طلهم شو قالوا لي رجع شيخي أكملت بس كيف يعني حصل سر حصل لطف بتحس بتحس نعم بتحس انه انه هاي هاي الدعوة فيه إلها يعني إلها شيخ هاي دعوة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بتحس يعني نعم فيه شي بيكون بالقلب لكن بتحس انه كأنه طمننا انه ريحنا أو هيك انه اشتغلوا وكملنا عملنا والشيح حسام كمل عمله وهذا ورجعنا يعني وهكذا بتتذكروا بس انه شو بتتذكروا وبتشتغل بتتذكروا بتحاول تعمل متى ما كان يعمل يعني ما قعدنا شيخ لا 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 ما موقف شي نعم أكيد فقد عزيز وفقد قائد وفقد رجل رجل يعني لا شك لكن بقية الجمعية لأنه هي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدين المبارك الذي ربنا سبحانه وعد بأن يبقى إلى يوم القيامة شيخي انت لما تيجي تقول انه بتذكروا وبكمل عمل شيء المواقف اللي انت مسلا هلأ بتصير معك تذكر الشيخ نزارفه هذا بيعطيك متى البوست هتشتغل أكتر كثير من المواقف أي مواقف هيك بتختص بالشباب هايلايت شيخي يعطينا هايلايت هيك موقف من صميم القلب يعني ما في بتحسل انه اشوف حقولك شغلي فيه ثلاثة بتحسهم قدامك كل الوقت الشيخ عبدالله والشيخ نزار والشيخ وسام يعني ما فيه ما بتحس فيه جاب يعني أي عمل بدك تشتغله بتحس خلص انه كيف هؤلاء الثلاثة بتحس انه خلص يعني امشي بسمو لك المنهج بسمو لك المنهج خلص يعني أنا كنت بحياة الشيخ نزار يعني فيه أناس سبحان الله من طلاب الشيخ استفدت منهم كتير منهم الشيخ نزار منهم الشيخ حسام كمان بحياة الشيخ نزار كنت أنا رافق الشيخ حسام بكتير من المواقف يعني وكتير من القصص هاي بدا لحالها يعني قاعدة فبتحس إنه شو ما بيحصل معك مواقف إلى الآن شو بيحصل معك مواقف بدك تحكي إخواننا مثلا بموضوع بتتذكر شو قال الشيخ نزار بتحكيه بتتذكر شو قال الشيخ حسان بتحكيه بتتذكر شو قال الشيخ عبد الله بتحكيه بتحس إنه متل ما قال الشيخ نزار مرة كنا باجتماع شو قال قال أنا بقوله للشيخ عبد الله مولانا نحن منسألك بالصغيرة وبالكبيرة بالمسائل حتى اللي هي بسيطة منسألك فيها حتى نستفيد منك وفعلا حقيقة هذا اللي احنا هلأ ماشيين مثل ما بيقولوا كثير من الملمات اللي تطرقوا علينا شو منعمل أول شي بنرجع شو قال الشيخ مين سأل الشيخ الشيخ نزار شو صار معه وهكذا يعني بكل أعمالنا بفضل الله عز وجل ترك لنا الشيخ عبد الله إرث نعم وبتوجيه الشيخ نزار فهمنا أحيانا في أشياء لحالك ما بتفهمها بتحتاج حدا كيف خيك الكبير إن بواعيك عليها بفيقك بنبهك كان الشيخ نزار هيك ينبهك على أمور حتى ينبهك كيف تستفيد من الشيخ عبد الله يقولنا روح على المستشفى يعني يسمي بيت الشيخ عبد الله مستشفى روح عند الشيخ روح سأل الشيخ شوف الشيخ شو بيقولك مثلا وهكذا يعني يعلمك يوجهك كيف تتصرف فالشيخ نزار رحمه الله أنا بتذكر كنت أنا على الموتسيك روح على الأيوبي كل يوم كنت كان الشيخ نزار عم يعطي درس بالصيرات لطلاب الجامعة العربية يجوا لعنده فكنت أنا لأيت فرصة الشيخ نزار عم يعطي بالصيرات كل يوم خلص صفي بالجامعة على الموتسيك روح عند الشيخ نزار خلص اخذ اللي عم يعطيه بالصيرات ارجع عند الشيخ عبد الله هو قاعد بالصالون عم يقرأ بالكتاب وتعرف وهكا يكون محطة يعني يكون محطة ترجع تروح على الجامعة تكمل دراستك مثلا بالجامعة أو تكمل شغلة دعوة بالجامعة كان الشيخ عبد الله والشيخ نزار تصرفهم وكلامهم أنه علم الدين لا يعطى الفضل من الوقت لا يعطى الفضل من الوقت الأساس هو العلم الدين أما الأمور الأخرى هي التي في وقت الفراغ الواحد بيشتغل فيها وببركة الاشتغال بعلم الدين لأمور الأخرى تتيسر هذا اللي كان يحصل يعني الشيخ يهدي من أحد الوصايا منقول وكأنه من الشيخ نزار للشيخ خصصا بعيد الأيام بهالأزمة اللي هن عم يمرؤوا فيها وبالهجوم بالأفكار اللي بتنزل على السوشيال ميديا وغيرهم أن الأساس رجعوا لعلم الدين إلى المساجد إلى المكان اللي تحفوه الملائكة اللي هو أوصى فيه سيدنا محمد والصحابة ووصولنا للشيخ نزار أن يرجعوا لعلم الدين لابد لا شك حالكم مثال على ذلك مرة تتذكروا لما نزل ما يسمى بالمعجزة الرقمية تسعة عشر واحد اسمه رشاد خليفة هذه بالتمانينات نزل كتاب على زعمه أنه الرقم تسعة عشر هيدا معجزة وأنه فيه بالقرآن سور مية واربعة عشر السورة بنقصم على الرقم تسعة عشر وصار يعطي يقول مثلا لفظ الجلالة رقمه معين بنقصم على الرقم تسعة عشر وهو هكذا فبعض الجماعات اللي هني ما بيستندوا لي لأهل العلم صاروا شو بلشوا هني يعملوا دعاية يعملوا دعاية لهذا الأمر يقولنا لك يا جماعة طولوا بالكم هذا الأمر بيسألوا فيه أهل العلم ما تستعجلوا تجوا تغري تقولوا وفتكروا حالهم أنه شو يعني هلأ هاي معجزة رقمية هلأ بنحكيها لطلاب الجامعة بصيروا طلاب الجامعة شو أنه خلص فيه وبيدخلوا بالإسلام ما هيك الواحد بده يرجع لي العلم بعد فترة كان فيه معرض بالجامعة نزلوا فيه كتب بينزل كتب منهم كتاب لهيدا المؤلف رشاد خليفة بس كتاب أكبر منه شو موجود فيه قال بيذكر الآية الساعة آتية أكاد أخفيها قال الله تعالى قال أكاد أخفيها مش معناته أنه متى تقوم الساعة نحنا ما بنعرفه في مجال نعرفه من خلال شو الرقم 19 بعد فترة شو تبين تبين أنه هيدا بهائه والبهائية أصولهم المجوسية هذا حسب ما حدا ألف كمان أصولهم المجوسية وبيعتبروا للشهر 19 يوم والسنة فيها 19 شهر هذا دكتور بالجامعة كان عامل تأليف عليه لهالأمر هذا فصور يعني الاستعجال يعني لو نحنا استعجلنا وعملنا هيك بعدين جو قالوا لنا طولها حيه ده بهائي شو بنقول ما الدين الدين أمره مهم السلامة في الدين لا يعديلها شيء هيك كان شيخنا رحمه الله يقول لنا السلامة في الدين لا يعديلها شيء فما يجي الواحد يتسرع يشوف أمر ودغري يبني عليه بدون ما يسأل أهل العلم وهك كان الشيخ نزار بتصرفاته متأني ما يستعجل وهذا كله بإرشادات شيخنا رحمه الله شيخي أنا عندي نقطة أحبابي الشيخ عبد الرحمن أشهر من نار على علم بيننا لكن رسما باب نجع نذكر أنه نائب رئيس جمعيتنا وأنه الرجل التالي في هذه الجمعية بعد سماحة الشيخ القائد الدكتور حسام الدين قراقيرة شيخي لما بنقال أنت نائب الرئيس وللعلم يا أحبابي أنه الشيخ عبد الرحمن عين بقرار من الشيخ عبد الله وبقرار من الشيخ حسام وفي حياة الشيخ عبد الله فشيخي لما بنقول أنت نائب الشيخ حسام نائب الرئيس نائب القائد شيخي حكينا ترجمنا هذا القائد لأنت نائبه من هو هذا الرجل من هالقائد لما أنت بتحمل هيك لقب نائب رئيس جمعية المشاريع طبعا من هو هذا الرئيس شيخي لحظة القائد هلأ بنحكي عنه بس قصة النائب قال لأ نعم الشيخ قال هيك بس أنا هدي الألقاب عندي حساسية أنا منها من لسته فيها يعني هذا من تحسين شيخنا للظن ومن بحسب الضرورات يعني بس شيخي واقع هذا هلأ لقب بس نحن ما هيك يعني بوجود الشيخ حسام نحن يعني متل ما بقوله يعني هو العلم هذا انتهى إلى هنا لكن الشيخ حسام نعم حقيقة هو قائد يعني أنا شفته ورافقته بمراحل متعددة شفته لما كاني ناظر اللي هني عنده الانحراف المتطرفين كيف كان بالشارع يوقف كون أنا معه يجوا لعنده هول يجوا بدهم شو يناقشوه هو الشيخ إجا عطى درس بالجامع وظهر من الجامع واقف بالشارع متل ما بقوله يعني بطل صنديد ما فيجوا بدهم يناقشو ما في كلمتان ثلاثة يرد عليهم بطل هداك عنده كلام يعني جاهز واحد ورد تاني واحد ورد تاني يجوا ما يبطل عنده كلام يكون الشيخ شيخ حسام الله تعالى يحفظه يعني بيّن له الحجة وما بقى يعودر يحكي في ناس بتلاقيهم ما بتكون حجتهم قوية فبيجي الواحد بيحكي معهم بصيروا شو بيطول بالنقاش معه لا هيدا ما ما كان مع الشيخ حسام ما شاء الله بالضرب القاضي يعني متل ما بيقولوا وهيدا الأمر شفته متكررا مش مرة ومرتان ومع يعني كان ينزل الشيخ حسام قلتلكم كان ينزل كل يوم ثبت ينزل على الجامعة وتعرفه وما أدراك يعني ما الجامعة والطلاب ونحو ذلك ف واشتغل كان يشتغل الشيخ حسام يعني كان يعني متل ما بيقولوا إيده اليمين للشيخ نزار كان بالحركة على الأرض بالدعوة إلى الله تعالى بالدخول على مختلف أنواع الناس يعني عائلات وشباب وكذا كان له حركة يعني منى منى هيني كان الشيخ حسام وكان عنده حكمة يعني يعرف كيف يختار الموقع اللي بده يحكي فيه وشو الكلام اللي بده يختاره فكانت أنا راقبه يعني حاول أتعلم منه فكتير من المواقف اللي بتحصل معي هلا بتكون يعني لو يعني بسبب إنه شو راقبت الشيخ بسبب إنه شو تعلمت منه يعني شو بدنا نقول نائب وكذا لا الشيخ حسام هو هو نحن بس هيكي على الهامش يعني شيخي منو مستغرب بعد قتل الشيخ نزار أن الشيخة أمر علينا الشيخة حسام لا منو مستغرب ما كان شيء صادم لا 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 بل هو الشيخ نزار كان يقول إذا أنا ميته فحسام من بعدي بالعكس هو الشيخ نزار طلب الشيخ حسام من الشيخ عبد الله ليكون معه مع أنه الشيخ حسام معروف يعني شو كان من عمره 16 سنة والشيخ بيرسله إلى البلاد يبعتم ايه وكان حيث يكون يعني أثاره واضحة تكون ومع ذلك الشيخ نزار لا أنه في حاجة توسعت الدعوة كتير ولا أنه في حاجة يكون معه حدا يعني مثل ما بقوله يساعده فطلبه هو من الشيخ عبد الله وواكبه للشيخ وواكبه وواكبه سبحان الله الشيخ حسام مرة شو قال شغله يعني شوف الشيخ نزار يعني كل واحد له ميزة هيدا بستان الشيخ عبد الله ترك بستان ورود بستان ورود والبستان بيكون فيه أنواع مختلفة من الثمار من الأشجار من الورود وكذا الشيخ مرة الشيخ نيح حسام شو قال قال أنا قديش قلت لحالي أنه أنا مواكب الشيخ نزار وكذا بعد ما توفي الشيخ نزار اكتشف أمور كتير ما كان بيعرفها الشيخ الله اكتشف أمور كان الشيخ نزار عم يتابعها وعم ماشي فيها ما كان بيعرفها فالواحد مننا لا يدري واحد مننا بده ينتهز الفرصة بمرافقته لأهل الخير بده ينتهز الفرصة قد ما فيه حصل لأنه اللي ما بيحصله هلأ نحن منقول ياري فاتنا أشياء ما حصلناها من الشيخ ياري تسألنا الشيخ بهالمسألة ياري تسألنا الشيخ بهذا الأمر فاتنا فلذلك هذا يعني ما قسمه الله تعالى لنا الله عز وجل يجعلنا من أصحاب الهمة ويثبتنا على ذلك إلى الوفاة وأن نكون على حال حسنة آمين آمين شيخ يبيه الفترة اللي هو كان فيها الشيخ حسام شابا وأنت كنت معه شو كانت وصايا الشيخ نزار لأله حتى هذه كمان نقولها للشباب أنا ما سمعت من الشيخ نزار عم بيوصي الشيخ حسام لأنه ما تصائب هذا الأمر أنا لا أذكر لكن الشيخ حسام يعني كان عنده من الحنكة والحكمة بالتصرف شيء واضح بتحسه أنه شيء واضح الشيخ حسام يعني وكان حتى أنا كنت أحيانا شوفه عند الشيخ نزار يكون عم بيحكيه بأمر عم بيبين أمر للشيخ نزار يعني من الأمور التي تحصل شيء مما هو تبيئ يعني ظهر له يعني كان الشيخ نزار يستفيد من الشيخ حسام مثل ما الشيخ حسام كان يستفيد من الشيخ نزار بأمور فهذا الأمر كان يعني كان ظاهر كان ظاهر الحكمة اللي عند الشيخ حسام كانت ظاهرة وبركة الشيخ يعني كان لما يروح يسأل الشيخ والشيخ يعطيه يعني أمر ظاهر هلأ إذا بدك تقول الشيخ حسام ربيع عند الشيخ كان الشيخ عبد الله يفيقه بالليل ويسمع له يعني يكون مريض الشيخ حسام يعني هلأ الواحد مننا يعني إذا مجرب أو نحو ذلك بتلاقيه شو بيغطي حاله باللحاف ونحو ذلك لا الشيخ عبد الله كان ساعتين تان بالليل يفيق الشيخ حسام يقول له سمع ليه شيخ ليه ليه هالمتابعة لأنه حتى لأنه وهيدا نتيجته يعني نعم ظهرت مع الوقت لأن ما يواجهه الواحد منا في هذه الأيام لولا أنه تعود على شيء من الصبر كيف بده يصبر بما نراه فالشيخ عبد الله عود الشيخ حسام على الصبر وعلى الثبات وهذه الثمار لأعمال نشوفها كان يعني مع مرضه يقوم يسمع للشيخ والشيخ عبد الله كان أحيانا شو يعمل يقوم بتيبعتوا لمحل يفيقوا بالليل يقول له إن قالوا لك كذا تقولوا لهم كذا إن قالوا لك كذا تقولوا لهم كذا والشيخ حسام ما معه خبر يبعتوا الشيخ فأحيانا ببعض الأماكن اللي يحصل فيها مثل مناظرة يطرق مسألة يتذكر الشيخ حسام شو أقول له الشيخ يستعملها يعني مرة بيت من الشعر قال له يا الشيخ كان هذا البيت هو القاصم يعني هو اللي عطى الحجة وسكت الخصم لأمامه للشيخ حسام بيت كان أقول له يا الشيخ رحمه الله فلذلك والقصة كمان وين أنه كان يعرف يستعمل الدليل أحيانا واحد كن بيعرف الأدلة بس ما بيعرف يستعملها ما بيعرف كيف يحطه بموضعها فكان الشيخ حسام يعرف يستعمل الدليل كان مميز هذا شيء إلى الآن هو بسم الله عليه فليس عن عبث جعل قائدا علينا لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله في زمنه وتحت إمرأة هذا القائد البطل أحبابي وإخواني المتابعين والمشاهدين حقيقة كانت فرصة لنا ذهبية نحن الشباب أنه استضفنا في ستيديو إذاعة نداء المعرفة الشيخ الدكتور الأستاذ عبد الرحمن عماش نائب رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرصة ذهبية أنه سمعنا عن سير الأبطال العظماء الصالحين اللي بسيرتهم تنزل البركات وتنزل الخيرات بارك الله فيكم شيخي الله لا ينسينا فضلكم وفضل مشايخنا عموما بارك الله فيكم أسلجتم صدورنا بهذا الكلام حقيقة كان عنا أمور عبينا نسمع منك شخصيا فبارك الله فيك شيخي على وجودك معنا وبارك الله فيك أنك تحتلن هذه الفرصة الذهبية آمين بارك الله بكم بس ذكرت شغلي مرة كنت أنا أشتغل برات البلد وأجي بالعطل وهيك فجيت عندي الشيخ نزار أخذني على بيته كان أول مطالع الإزاعة فسمعنا سمعني شي سجلينه ما شاء الله شي كتير حلو كان شي راقي إيه ما شاء الله بتحس إنه لما عم تسمع أصوات وصوت حتى أحصني كمان وقتا أم شو قال لي الشيخ نزار قال لي شفت الإخلاص شو بيعمل وقلت له أنا عبيته كان بيته بعد ما في كنابية يعني بيته لما اللي فوق المستوصف كان بعده ناقل عليه فقال لي شفت الإخلاص شو بيعمل فالمقصود إن الواحد مننا يبقى يرائب قلبه يعني إذا محمد بن المنكذر اللي هو من كبار التابعين قال كابته نفسي أربعين عاما حتى استقامت شو؟ أربعين عاما قامت بزمن التابعين نحن قديش بدنا؟ لذلك كل واحد مننا ينتبه لحاله ويرائب قلبه إذا كان شوي نفسه هيك زعزعيد يرجع يصلحها بيصير بيصير إيه؟ بيرائب حاله ويرجع بيصلح حاله يعني ما حدا مننا كامل بيغلط الواحد بيصلح المهم أنه يعرف يصلح أسأل الله العلي القدير أن يقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يختم لنا بالخير والبركة وحسن الختام وسبحان الله الحمد لله ربا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء بارك الله فيك شيخي وحبيبي الشيخ الدكتور عبد الرحمن عماش حفظه الله تبارك وتعالى أسأل الله عنا أجل الجزاء إمام الهدى العهد ليها العطاق فقد كان مبرا في الأولياء فقد كان مبرا في الأولياء ولينه قدره قد علام